سبب التسقط الكثيف للثلوج عبر إقليم ولاية قسنطينة إلى غلق عديد الطرق الوطنية والولائية على غرار الطريق السيار شر غرب بمنطقة جبلوحش أين شلت حركة المرور كلياً ما صعب في تنقل المواطنين إذ استدعى تدخل الجهات المعنية لفك الطريق أمام مستعملها بدرت وحدة المجموعة الإقليمية للطرق الوطني بتنسيق مع مصالح الأشغال العمومية بالتواجد عبر مختلف المحاور خاصة المحاور التي شهدت صعوبة في السير منذ الصباحة حيث عمدنا على توجيه حركة السير ونحو الطريق الوطني رقم ثلاثة بالنسبة لتفادياً لمرور سيارات على مستوى طريق الاشتديني بجبلوحش هذا المقطع يشهد صعوبة في السير نظراً للإنزلاقات بعض السيارات هنا نمت وجدين هنا مستطع صباحة مع الدرك ومع العمال دي تي بي باش نسهلوا حركة المرور ونعاونوا الناس وعندنا هناك تكون هكذا الجنديروت الدوريات الصباح والاشية وفي الليل التسقط الكثيف لثلوج ورياح العاتية تسبب في سقوط جدار للمقبرة المسيحية بمنطقة حيمزيان ما خلف حالة دعر كبيرة وسط السكان كانوا أخوتي راقدين في الدار هذه حتى تلقوا صور رابع لهم صورة مقبرة المسيحية راهوا دار كاريتا وش رح نقول لك أنا الكاريتا ربي يجي بالخير وخلاص الدار كتشوفيها مهلوكا معدما رح ينقولوا شكينا البلدية شكينا الرئيس الدائرة ما شاوزات اليوم ويصرات الكاريتا دي اتلاتة او ممكن لها تلات ديار ولا كينا الدار الحجر دخل القبرة من الداخل في الدار في البيوت ومع توصل التقلبات الجوية للأيام المقبلة يبقى الحذر مطلوب